أهلا بحضركم من جديد وفقرة تريند التريند هذه الفقرة هيكون الحديث فيها عن منتخبنا الوطني اللي بالأمس لم يكن موفقا في الفوز بيكاس أمم إفريقيا والخصارة في المباراة النهائية أمام المنتخب السنغالي برقلات الجزاء الترجحية زي ما اتفقأت في البداية وقلت في فقرة الانترو ليس في الإمكان أفضل مما كان ومش عايز أتكلم في معيار خصارة وهزيمة والكلام ده منتخبنا لم يكن موفق الظروف كلها كانت معاكسة فكرة أنك تلعب أربع مباريات في ظرف عشر تيام بنتكلم في حوالي ربعمية وتمانين دقيقة ده لود كبير جدا وضغط بدني ونفسي وزهني كبير جدا على أي لعب في العالم مفيش في الدنيا لعب كورة يقدر يستحمل كل هذه الضغطات ويلعب أربع مباريات وكأنها نهائيات انت تتلم مع مين؟ أولا المنتخب الإفواري في دور الستاشر منتخب المغربي في دور الربع النهائي المنتخب الكاميروني صاحب التنظيم في دور نصف النهائي المنتخب السنغالي في المباراة النهائية المباراة في حد ذاتها كلها هي مباراة نهائية لما بتواجه الكودفور أكينك بتلعب نهائي المغرب نفس الأمر الكاميرون نفس القصة مع السنغال فمش عايز أقصو أو أتكلم بأي شكل سلبي أنا نفسي نبني على المرحلة دي لأن لو قارننا منتخب مصري في 2021 في كاس أم أفريقيا في الكاميرون بالله حصل في 2019 لا فرق إشاسع احنا بنقول بنلعب على البطولة ولما بتلعب على البطولة وتخسر بس هنا المبدل اللي احنا بنقوله زمان إنك لعبت بروغ وخسرت بشرف هو ده اللي احنا بنتكلم عليه إنك لعبت وقديت آه كان نحية فنية في المباراة الأخيرة أمام السنغال ما كانش أفضل شيء في الأداء الفني لكن ده طبيعي بسبب ضغط المباراة ومن 26 يناير ل6 فبراير انت بتلعب أربع ماتشاط في أكسترا تايم ورقلات جزاء فبنتكلم في 480 دي أو ده صعب جدا على أي لعب وأي منتخب أو أي نادي أو أي فريب يواجه هذه الظروف فيه جبيات وفيه سلبيات والشيء اللي أنا أتمنى من اتحاد الكورة في الفترة الحالية وهو بيخطط للفترة الجاية ما نهدش المعبد ونبدأ نشتغل من أول وجديد نكمل على المرحلة اللي احنا وصلنا لها لأن آه ما فوزناش بالبطولة بس فيما يكسب في البطولة دي ممكن توصل لمرحلة 60-70% من الطموحات والنجاحات اللي عايز تحققها خلال الفترة الجاية ما فيش تجربة بتبقى نكحة بنسبة 100% أو فشلة بنسبة 100% لازم تبني على التجربة اللي انت وصلت لها طيب تجربة انبارح أو تجربة البطولة بشكل عام إيه أهم إيجابياتها؟ أهم إيجابياتها عودة الروح والحماس ما بين اللعيبة أهم إيجابياتها رفع اسم ورفع عالم مصر في المقام الأول قبل أي انتماءات ده شيء مهم جدا وإحنا بنتكلم على مناسبة بيشارك فيها منتخبنا الوطني حالة التفاؤل واللحمة والتكاتف ما بين الجماهير المصرية بالأمس رغم الخسارة أو رغم عدم التوفيق في الفوز بالبطولة أتمنى نكمل عليها لأن الروح دي احنا مفتقدينها من 2010 مفتقدينها من 2010 في 2017 وصلنا فينال بس ما كانش بنفس الروح دي لأن حتى الأداء الفن في البطولة ما كانش أعلى شيء لكن مهم نستعيد الروح دي بعد 2010 الانتصارات اللي حصلت في 3 بطولات متتالية من 2006 إلى 2010 طيب إيه كمان؟